في ذروة موسم التساقطات المطارية تتعمق حالة الشح المائي التي تعصف بالمغرب لتتحول إلى أزمة جثاف حادة تعصف بكبرى الأحواض المائية على غرار السدود بتراجع معدلات التساقطات المطارية بحدود النصف السنة الجارية للعام الثالث على التوالي أمطار شحيحة رسمت عجزاً مائياً عبر سبعة أحواض مائية كبرى بالمملكة شمال البلاد بتسجيل خفاض منسوب السدود بنسبة تجاوزت أربعة وثلاثين في المائة في ظرف عام واحد لتصل الكميات المحجوزة إلى خمسة ملايير متر مكعب ما يمثل تآكل نحو ستين في المائة من منسوب سدود المملكة في أقل من اثني عشر شهراً وضعية حرجة تهدد مساحات فلاحية واسعة وتعصف بنشاط المئات من الفلاحين ركيزة الاقتصاد المغربي مؤشرات سارع وزير تجهيز والماء في المغرب نزار بركة إلى وصفها بالمقلقة في أعقاب اعترافه أن الوضعية المائية تسببت في عجز تزويد ساكنة ثلاثة أحواض كبرى بالماء الشروب على غرار ملوية التي شهدت جثاف أطول أنهار المملكة لأول مرة في التاريخ ما دفع بالسلطات إلى إعلان حالة طوارئ شح مائي شمال المملكة